موسيقى أسعد الله مساءكم مشاهدين نحييكم في حلقة جديدة من ملف خاص كما كان منتظرا عقد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الاقجع لقاءات جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولة المغرب وتم خلال هذا اللقاء مناقشة العرض الذي قدمه الوزير المنتدب للنقابات الأسبوع الماضي والذي لا يتضمن الزيادة في الأجور بل تضمن الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25% والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60% إلى 65% بالنسبة للمتقاعدين وهو ما وصفه ممثلون نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالعرض الهزيل للحديث عن تفاصيل هذا الاجتماع ورحب باسمكم بضيوفي الكرام والبداية ستكون مع الدكتور بدر الزهر الأزرق دكتور في قانون الاقتصاد والأعمال أهلاً ومرحباً بك مرحباً كما يصرني أن أرحب من الدار البيضاء بمن ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ طارق الكدالي أستاذ جامعي وخبير في الحماية الاجتماعية أستاذ طارق أهلاً ومرحباً بك أهلاً وسألاً وشكراً للصدافة سينو أهلاً بكما في ملف هذا اليوم دكتور بدر يعني كما يقال لا جديدة يذكر ولا قديمة يعاد أكيد نحن الآن في مرحلة أخرى من مراحل تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي خاصة ما تم التوافق عليه بين مختلف المركزية النقبية الكبرى وبين رئيس الحكومة أو بين الحكومة المغربية خلال دورة أبريل اليوم هناك نقاش دائر حول مسألة الدرائب حول مسألة التخفيض من نسب هذا التخفيض حول مسألة الرفع من الأجور التي هي لازلت مطروحة ومجموعة من المركزيات النقبية عبرت على رغبتها أن تدرج مسألة الرفع من الأجور بالنظر إلى هذا الوضع الذي يتسم دائماً بالضغوط التدخمية الكبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين والتي أثرت بشكل كبير على قدرتهم الشرائية إذن اليوم كان هناك نقاش مرة أخرى حول النسب نقاش حول معدلات التي سوف يطالها هذه الإعفاءات التي تحدثت عن أستاذ نفل وبالتالي أظن إلى حدود الساعة صورة غير واضحة لا بالنسبة للحكومة ولا بالنسبة للنقابات ولا بالنسبة أيضاً لجموعة الشغيلة والموظفين الذين ينتظرون بفارق الصبر إلى ما ستقول إليه هذه المحادثات بين النقابات والمركزيات بين كذلك رجال الأعمال في المغرب وبين الحكومة التي هي إلى حدود الساعة لديها مجموعة من الهواجس منها هواجس مرتبطة أيضاً بمسألة الرفع من الأجور خاصة أن هناك توجهات حتى قبل الأزمة الراهنة من قبل الحكومة كانت ترمي إلى التخفيض من الكترة الأجرية التي تشكل عبءاً كبيراً على موزنة الدولة صحيح ولكن دكتور بدر رغم ذلك النقابات سيطارق تمسكت بمطالبها فيما يخص زيادة في الأجور ولم يقنعها العرض المقدم فيما يخص النسب المعفاة برفعها من 20 إلى 25% ورفع آخر يصل إلى 65% وبالتالي تم الاتفاق على جلسة أخرى ستعقد مع سيد فوزي لقجا خلال الأيام أو الأسبوع المقبل ربما بطبيعة الحالة بالنسبة للمطالب المركزيات النقابية على أقل ما يمكن أن يقال أنها مطالب مشروعة وتأتي في سياق معين في ظل معدلات تدخم مرتفعة في نهاية وصلت إلى 8% في نهاية شهر غشد وكذلك رأينا بأن حتى بنسبة الولي باك المغرب تم رفعه بقرار من نسبة الفائدة بجوش في المياه يعني على أساس الامتصاص يعني نسبة الأسعار أو الزيادة في الأسعار المواد الأولية وكذلك ليس المواد الأولية على المستوى الخارجي ولكن مشموعة من المواد التي تم رفع من أسعارها على المستوى وحتى التي مصنعة داخل البلاد وبالتالي فالرفع من القدرة الشرائية أصبح مطلب مشروع وكذلك البحث عن حلول كفيلة من أجل المواكبة القدرة ودعم القدرة الشرائية المواطن في ذلك الارتفاع الأسعار وكذلك الأزماء الحالية إذن مسألة الجولة الثانية كان عنوانها وهو الزيادة في الأجور بمعنى بعدما عرفت الجولة الأولى زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص وكذلك بالنسبة للقطاع العام لا بد من تفكير في جولة تانية والتي شرعت ابتداء من 14 من هذا الشهر يعني وهي جولة كان عنوانها الرفع من الأجور في إطار المفاوضات نقول بأنها يعني العنوان الكبير أنه تفاؤلية لما تم تحقق تحقيقه تحققه من أكثر من 12 مرسوم تم إصداره يعني قبل استناف الجولة التانية ولكن المفاوضات لا زالت سريع هل يتم زيادة زيادة عامة الأجور بعدما تم المس فقط في الحد الأدنى الأجور أم سيتم الاقتصار فقط على يعني تخفيض من ضريب على الدخل ولكن على أي صيغة سيتم اتفاق عليها لسيما بأن الصيغة التي تخللت الاتفاق الأولي هو يعني تخفيض نسبة معينة من هامش الضريب على الدخل التي تخص نسبة أو طائفة أو طبقة معينة تخص بالنسبة للأجور الدنيا والمتوسطة ونعلم بأن الزيادة في الأجور هي مطلب لجميع الأجراء بدون تميز نعم وحتى العرض المقدم يعني تقول النقابات بأنه يعني نسبته لا يصل إلى 25 درهم يعني حتى فمبلغ هزيل جدا بالنسبة لها ولكن أيضا دكتور بدر النقابة ترفض أن تفصل ما بين الزيادة في الأجور وما بين الخفض من ضريب على الدخل فهما مطلبان تم التوقيع عليهم في اتفاق الجماعي الثلاثين أبريل ما بين النقابات والحكومة ويرون بأنهما التزام حكومي لا بد من تطبيقه يعني مسألة الضريبة على الدخل هي مسألة جديدة قديمة طرحت منذ سنوات خاصة بالنسبة للمغضفين والأجراء حين نتحدث عن الضريبة على الدخل فهم المورد الأساسي للضريبة على الدخل في المغرب للضريبة عموما في المغرب تقريبا وهناك اقتطاعات كبيرة ونسب كبيرة تقريبا تصل حتى 38% بالنسبة لبعض فئات المغضفين وكما يقال من المنبع يعني لا مجال للتهرب ولا مجال للتهرب والضريبي وبالتالي أن أدن بأن هذه الضرائب هي تطقي الكاهل هؤلاء المغضفين وهؤلاء الأجراء بشكل كبير وتكرس شيئا مع عدام أو اختلال العدالة الضريبية في المغرب وأدن من بين مجموعة من التوصيات التي كانت دائما مجموعة من الخبراء والملاحظين يوسون بهذه مسألة إعادة النظر في الضرائب من الأعلى عربية نعم نعم من الأعلى عربية وأن تكون هناك مرجع للضرائب على الدخل ناهيك لأن هناك مطالب مشروعة بالنسبة للزيادة في الأجور خاصة أن القيمة الحقيقية للأجور انخفضت بالموازنة مع ارتفاع تضخم لنكون واضحين يعني قيمة الأجر الذي يتلقاه الأجير أو المغضف هي انخفضت هذا المطلب هو مشروع في بداية السنة أو السنوات الماضية فهو أضحى أكثر مشروعية اليوم مع هذه التغيرات على المشهد الاقتصادي الرفع الآن من النسب الفائدة المديرية يعني حتى الولوج الآن إلى القروض أصبح صعباً شيئاً ما على الطبقة المتوسطة ناهيك لأن قيمة الأجر انخفضت وبالتالي يجب أن يكون هناك تحرك عاجل من لدون الحكومة سواء بالزيدة في الأجور أو بالإفسح على ما هي هذه النسب حتى لا تبقى مجرورة إشاعات تروجوا بين جمع الموظفين والأجر الذين إلى حدود الساعة هم لا يعلمون كم سوف تكون هذه النسبة وكم سوف يستفيدون من زيادة في أجورهم بعد أن تخفض النسبة ضربة على الدخل إذن هذا الأمر يجب أن يتم الإفسح على خلال الأسبوع المقبلة ويتامل حسم فيه حتى ندخل سنة لأننا الآن نمقبلون على قانون مالية جديد يعني في الغضن الأشهر القليل المقبلة سوف يتم المصادقة عليه وبتري أنا تعدد فقط على السياق فهمتك نعم بالفعل يعني كل الأمور ربما تتوضح بناء على المسودة قانون المالية إن وجدت وضعت اليوم ولكن أعتقد أنها لازلت في إطار الإعداد والتشاور مع مجموعة من القطاعات ولكن استطارق يعني بلغة المنطق اليوم كانت هناك صعوبات على المستهلك المغربي وانخفاض يعني في القدرة الشرائية ونسب تضخم مرتفع غير مسبوقة في المملكة المغربية يعني تكاد تصل لثمانية في المئة ومرشحة للارتفاع قبل نهاية العام الجاري هناك صعوبات على الدولة أيضا الدولة يعني اليوم لا تشتري عدد كبير جدا من السلع بأثمنة تفضيلية لأنها هناك عرض وطلب وربما العرض يفوق الطلب ولكن هناك خصاص هناك اختلالات في سلاسل الإنتاج هناك حرب أوكرانية روسية لم تبقي ولم تذر هناك مجموعة من المتغيرات التي ربما تضع الحكومة في مأزق ولا تجعلها يعني تقوم بتقديم تنازلات على مستوى المطالب النقابية فهل ترى النقابات أو تأخذ ذلك بعين الاعتبار طبعا الحال بالنسبة لهاجز الحكومة دائما خلق منوع من توازنات المالية على مستوى الميزانية العامة للدولة لأن كما هناك مداخل وعلى قلة الموارد الضريبة والتي كما جاء في مداخلتكم أن تقريبا 70% محصورة على الضريبة على الدخل وخاصة بأن الأجراء يقتطع لهم من المنبع وبالتالي فهناك ضمانات على مستوى شفافية هذه الضريبة وكذلك على مستوى اقتطاعها من المنبع على أساس أن لا يحتمل أن هناك تهرب ضريبة من هذه النحية عكس نسبة الباقية 6 في 100 بنية على نظام تصريحي قد يكون نظام تصريحي يحتاج إلى مجموعة من التدقيقات على المستوى المالي من أجل تأكد من صحة مصداقية تصريحات هذه من جهة من جهة تانية الدولة دائما كما هناك مداخل هناك نافقات ورأينا بأن هناك إطلاق مجموعة من المشاريع الاجتماعية والصحية الهيكلية التي ستساعد بشكل غير مباشر في دعم القدرة الشرائية المواطن بطريقة أو بأخرى وهذا الأمر لا ننساه حتى بالنسبة للنقابات فيمن خريطة على المستوى تشارك في هذه المشاريع الاجتماعية وبالتالي بنوع من العقلانية وبنوع من الروح الوطنية لا بد من أخذ الاتبار بهذه المسائل ولكن كما يقال لا ضرر ولا ضرر بحيث أنه ضرر طبيعي أن نأخذ بالاعتبار نسب معينة من الزيادة إن كانت مباشرة فالأمر أصبح مستحب وبالتالي لا بد من أخذ بالاعتبار مجموعة من الإكرهات المالية والهيكلية ولكن إلا ما أخذ لابد على الأقل من أن تكون صيغة حالية لتخفيض من ضريبة على الدخل ملموسة وبشكل آخر عندما نقول مثلا تقليص أو رفع من هامش تخفيض الضريبة على التقاعد من 60 إلى 65% فهذا الأمر يحد بالنسبة للمداخل أو يعني الخاصة بالتقاعد التي لا تتجاوز 160 ألف درهم التي تتجاوز 160 ألف درهم سنويا بمعنى أن المعاشات التي تكون الدخل ديلاه 14 ألف درهم نعلم أن حسب المعاشات التي تأخذ من صندوق وطن ضمى الشماعي لا تتجاوز في معدلها ألفين درهم وبالتالي فهنا نقول بأن نسبة معينة وشريحة كبيرة فهي يعني لن تستفيد منها نعم لن تستفيد من هذا يعني لن تستفيد بطريقة مباشرة من هذا التخفيض الذي لن يطر إلى المعاشات الكبيرة والتي في مجملها لا تمثل إلى نسبة ضئيلة من مجموع يعني المتقاعدين يجب أن تستفيد من المعاشات ضروري من أن أن تكون صياغ أن تكون عدالة ضريبية وحتى العدالة ضريبية على مستوى الاقتطاع لا بد أن تكون عدالة ضريبية من حيث يعني أن تستفيد بشكل مباشر بالرفع التدريجي لمستوى المداخيل لمجابهة يعني المعاشات أو مجابهة الارتفاع الأسعار الذي يعني يواجه هنا في الحياة المعيشية في الوقت الرائل جميل حين يقال بأن دكتور بدر سيكون هناك اجتماع ما بين الوزير المنتدب لدى وزيرات الاقتصاد والمالي المكلف بالميزانية والمركزيات النقابية واتحاد مقاولات المغرب ما العرض الذي يستطيع أن يقدمه اليوم فوز الاقتجاب بناء على استماع الرجل لما قدمته النقابات اليوم في اجتماع يوم أمس طبعا ويعني تأكيد على أن لا تنازلات في الأجور أو حتى الخفض من الضريب على الدخل مسألة مسألة وزن وثقة للأجور على موزنة الدولة هو كان أحد الإكرهات البنيوية دائما اللصيقة بمختلف مشاريع القوانين المالية التي مرت عبر تاريخ المغرب لدرجة أن في فترة من الفترات من أجل تخلص شيئا ما من هذا العبء المالي الثقيل بعد أن تكاترت ضغوط المؤسسة المالية الدولية على المملكة المغربية وتعادمة الإكرهات المالية الداخلية في فترة من الفترات المغرب لجاء إلى المغادرة الطوعية من أجل التخفيف من الكتلة الأجرية ومحاولة التعويض بالتعاقد وهذه الأشياء حتى لا تكون هناك كتلة أجرية مرتفعة في موزنة الدولة التعاقد ماذا خلقنا خلقنا لتنسيقيات تتظاهر في الشهر هذا بعد آخر ولكن هذا يوحي بأن الحكومات المتعاقبة على المغرب طيلة العقدين الأخيرين كانت سارمة جدا في مسألة التعامل مع الكتلة الأجرية وسعي إلى تقليصها وعدم الرفع منها حتى لا تستهلك الجزء الأكبر من موازنة الدولة وتحويل الجزء الأكبر إلى الاستثمارات وإلى قطاعات أخرى وإلى الأورش الكبرى إذن اليوم هذه المنطلقات أظن هي التي تؤتت وهي توجه هذا النقاش الدائر بين الحكومة وبين النقابات وبالتالي أظن العروج إلى مسألة واختيار مسألة التخفيض من نسبة نسبة ضريبة على الدخل عوض الرفع المباشر في الأجور أظن هذا يوحي بأن حتى هذه الحكومة هي التي تستحضر هذا الإكرام ولا ترغب في أن تكون هناك أو يكون هناك رفع مباشر في الأجور وتستعيد عنه بمسألة التخفيض من نسبة ضريبة على الدخل هذا السيناريو يعني الحكومة تقول للنقابات هذه بتلك سأقوم بتخفيض الضريبة على الدخل أظن أن النقابات في البداية كانت واضحة هي ترغب زيادة مباشرة ذات قيمة محددة في الأجور وبمراعاة السياق الاقتصادي الراهن المتأزم والمتسم بيرسفة عن نسبة التدخم ودل الأشياء ولكن أظن حتى للحكومة لديها إكرهاتها اليوم وبتالي الإشكالية اليوم كيف يتحقيق هذه المعادلة التي بالنسبة للحكومة أنها لن تشكل عبءا على الموازنة ولن تشكل خاصة أن الموازنة الموازنة المقبلة هي موازنة الشق الأكبر منها سوف يتوجه إلى دعم مجموعة من المشاريع الكبرى الحماية الاجتماعية إصلاح المنظومة التعليمية إصلاح المنظومة الصحية وفي نفس الوقت كيف لها أن تستحضر هذا البعد الاجتماعي لأن حقيقة الطبقة المتوسطة والفقيرة اليوم هو تعاني بشكل حاد من انحضار قدرتها الشرائية من ضعف قدرتها الشرائية خاصة كما تحددت أن المعدلات بلغت مستويات قياسية خلال شهر غشت وخلال شهر يوليوز وأضم خلال هذا الشهر أيضا سوف تكون مستويات قياسية والمعدل العام للتضخم سوف يصل إلى مستويات قياسية وبالتالي ماذا تقترح الحكومة ماذا تقترح الحكومة من أجل تجاوز هذا الوضع هذا الوضع الذي تعيشهم خاصة الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة إن لم تكن هناك زيادات مباشرة وإن كانت هناك هزالة على مستوى النسب المقترحة على مستوى تخفيض الدرائب على الدخل ماذا تقترح من أجل إعادة الحياة وإجل إعادة القدرة الشرائية إلى مستويتي السابقة نعم وهذا ربما يأخذنا إلى أن الحكومة التزمت ومن مخرجات الحوار الاجتماعي السيطارق إشراك النقابات واتحاد مقاولة المغرب فيما يخص سياغة قانون المالية عبر روح تشاورية قد تكون من هذه الأطراف الاطلاع على التفاصيل التفاصيل في قانون المالية الجديد بالإضافة إلى معرفة السياقات كما تفضل الدكتور بدر وقال بأن هناك أوراش كبرى ستخصص لها يعني ميزانية ضخمة وضخمة جدا منها منظمة الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى أمور أخرى أخذتها المملكة كأوراش استراتيجية أو حتى الاستثمار العمومي في قانون المالية للسنة الماضية يعني بلغ مليارات 246 مليار درهم فهذا مبلغ لا يستهان به في إطار دولة تخرج من تداعيات جائحة كورونا ولكن هذه الاستشارة هل تعطي للحكومة نفس مختلف وهي تفاوض النقابات لأنها ستطلع في نهاية المطاف على الواقع المعاشوة وما تملك الحكومة من مالية التي قد تجعلها تخفض الضريبة أو تقول لا للزيادة في الأجور نظرا للواقع المعاش حاليا وطبيعة من طبيعة نقول لإحقاق للحق ونكون واقعيين لا ننسى أن هناك مجموعة من منجزات أهم منجز هو مأسسة الحوار الاجتماعي وبطبيعة الحال فعندما نقول مأسسة الحوار الاجتماعي ووضع محطتين يعني خلال السنة أبريل وشتنبر من أجل يعني التفاوض حول ملفات اجتماعية قبيلة يعني فاتح ماء من أجل الوقوف على منجزات الاجتماعية داخل البلاد وقبيلة يعني المصادقة على قانون المالية أو مشروع قانون المالية السنوي فهذا أمر إيجابي في حديداتي على أساس إشراك النقابات الأكثر تمتيلية وكذلك يعني في المشاريع الاجتماعية للنهوض بالطبق العامل وكذلك النهوض بركائز الدولة الاجتماعية كما حدد توشوات وإستراتيجية صاحب جلال الملك محمد السادس نصر هذا من جهة من جهة تانية ضروري عندما نقول قانون المالية وهو ترجمة لإستراتيجية البلد من خلال وضع الآليات أو الأولويات الستراتيجية عندما نقول أولويات الستراتيجية كما ذكرتم سينوفل ضروري أن نأخذ بالاعتبار إصلاح ما يسمى بصناديق التقاعد لنبدأ من أن نأخذ بالاعتبار إصلاح العرض الصحي وكذلك تفعيل ورش اجتماعي ضخم وتوري يشكل التورة حقيقية في البلاد وهو تعميم الحماية الاجتماعي بما في ذلك التغطية الصحية والتقاعد وما يسمى بالتعويد عن فقدان الشغل بشكل أو بآخر لا يمكن أن نكون متفائلين حتى مركزية النقابية عبرت عن تفاؤلها لا على مستوى منهجية الحوار وهي جد إيجابية على مستوى الطريق نحو المأساسة في إطار إصدار مدونة تخص أو قانون إطاري خص الحوار الاجتماعي أو على مستوى المضامين حيث رأينا بأن مدى تجاوب الحكومة وهذا ليس شكر خاص ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله بطبيعة الحال هناك إيجابية تحققات ولكن لا بد أن نكون واقعين لـ 51 مليار ديال الدرهم لا بد أن تخصص لها جزء من الميزانية لأن الدولة ستتكلف باشتراكات ما يسمى الخاصة بالنظام المساعدة الطبية أكثر من يعني 50 مليار ديال الدرهم إلى جانب الإعفاء ما يسمى بلوتيكي موداراتور بالنسبة للسيشفاءات داخل المستشويات العمومية لا ننسى بأن العرض الصحي أو تأهيل العرض الصحي سيتطلب أكثر من 60 مليار ديال الدرهم ولكن لا ننسى أيضا الحوارات القطاعية التي جابت والتي وصلنا بها إلى نتيجة وكانت فيها زيادة في الأجور لا نقول أن ليست هناك زيادة خلال سيشفاءات وهذا وربما الحل سيطارق إن كنت تتفق معي بأنه إن لم يكن هناك اتفاقا شاملا عاما لجميع الموظفين فيما يخص زيادة في الأجور قد تكون هناك اتفاقات قطاعية نعم طبيعة حال ورأينا بالنسبة اتفاقات القطاعي الخاصة بقطاع دائما وقف في الصفوف الأولى أيام الجائحة ولقينا بأن حتى الرقم السيدلالي لقطاع الصحي الأطباء وتقنية الصحة انتقلها إلى مساوية متقدمة من رقم السيدلالي لا يتجاوز 352 إلى 590 رأينا رفع من حاسس تلقية رأينا بأن نحتى على مساوى اليوم كان اجتماع على مساوى الوزارة التربية الوطنية والمركزيات النقابية الأكثر تمتيلية على أساس وضع لمسات الأخير على النظام الأساسي لرجال التعليم وفي هذه الحالة شكل إيجابي بأن هذا يعني وضع نظام إساسي سيتخلله بالطبيعة زيادة في الأجور إذن وهي الموضوع على أنظار الحكومة من أجل يعني ترقب مدى الزيادة وكذلك إدرجها في إطار مشروع قادم الميسسة 2023 إذن نتحدث أو النقابات تتغيب إلى زيادة عامة للأجور وهذا المطلب هو الذي يعني فيه نقاش وفيه يعني التفاهم على السياغ الموضوعية والمعقولة من أجل حماية القدرة الشرائية المواطن ويعني ضد تدعيات الجائحة وضد تدعيات التدخم والغلاء الذين عيشوا في الوضع الحالي نعم وذلك النظام الأساسي الذي تحدثت عنه قد يكون في هذا القطاع ويختفي في قطاع آخر وهو ما سيخلق لنا اليوم ربما في المستقبل جدل كبير جدا أن هناك بعض القطاعات لم يوضع نظامها الأساسي العدالة القطاعية العدالة القطاعية الذي قد يشمل كما تفضل دكتور طارق أنه يكون فيه زيادات في الأجور أمور خاصة بالترقية حقوق الشغيلة بشكل عام هل يمكن أن تغامر الحكومة بأن تدخلها لا قدر الله في خلافات جوهرية مع النقابات الأكثر تمثيلية واتحاد مقاولات المغرب وما قد يؤدي إلى تحقق الاجتماعي لا بعيدا عن ذلك على الأقل ستكون جلسات ومماطلة وربما يعني موافقة على شيء ورفض شيء آخر ولكن هناك أوراش كبرى أيضا مع النقابات لا ننسى قانون الإضراب لا ننسى إصلاح مدونة الشغل أمور كثيرة جدا هي كل السيناريو هل تبقى واردة ولكن إلى حدود الساعة نرى ونلمس حسنانية وإرادة إيجابية من قبل الحكومة للتعاطي مع مسألة الحوار الاجتماعي وأظن أن حتى النقابات ترد بنفس المنطق وأظن حتى النقابات تفهمت الإكرهات المالية التي توجه الحكومة وبالمقابل رأينا أن هناك تفهما أيضا من الحكومة لدوافع والمطالب المشروع للنقابة كل الأشياء متروح السؤال المتروح اليوم هو أننا اليوم بصدد أحد أهم المطالب الرئيسية تجاوزنا مرحلة النقاش حول إصلاح صناديق تقاعد والحوار مستمر وكذلك مسألة الرفع من الأجور تقاعد بالنسبة للقطع الخاص ولكن المطلب الرئيسي والمطلب الجوهري اليوم في ظل هذا الصياق المتسم بارتفاع الضغوط التضخمية هو الزيادة في الأجور وبالتالي اقترحت الحكومة مقترح النقابات ستتفاوض من أجل هذا المقترح ولكن أنا أريد أن أوجهها إلى شيء معين أنه بانخفاض القدرة الشرائية بتظاهر القدرة الشرائية الكل خاسر المواطن خاسر والحكومة الدورة الاقتصادية خاسرة الضرائب خاسرة لأن درائب كبيرة لنتحدث عن الدرائب على الدخل هي تدفع ولكن هناك درائب أكبر على القيمة المضافة لن تدفع لن تستفيد من خزينة الدولة وبالتالي أن عجلة الاقتصاد سوف تتوقف سيكون هناك ركود سيكون هناك أيضا إفلاس للمقاولات يعني يجب الحكومة أن تنظر لمشهد ككل وليس تجزئه وتبسيطه فقط في مسحلة الأجور والرفع منها لم أود أن نهي الحلقة بهذه النظرة التشاهمية ولكن هي حقائق حقائق فعلية واقعية لا بد من نرعاتها لا من الأطراف المتعلقة بالنقابات وغيرها ولكن أيضا من طرف الحكومة لأن عجلة الاقتصاد المغربي ستكون على المحك بانخفاض القدرة الشرائية وأيضا هذا التضخم المحلي والمستوردي أيضا شكرا لك دكتور بدر الزهر الأزرق دكتور في قانون الاقتصاد والأعمال شكرا موصول أيضا لك دكتور طارق الكدالي وأنت أستاذ جامعي وخبير في الحماية الإشتماعية كنت معنا مباشرة من الضر البيضاء شكرا جزيلا لك سيطار أهل مسأل الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابع بهذا نصل إلى ختم حلقة اليوم في جزئة الأول أكيد من ملف خاص المركزية هناك في طنجة لمتابعة باقي فقرات الأخبار المسائية مع الزميلة مريم تسولف إلى هناك